يعني ما كان زيادة جماعة دي لما تقع على الارض ينفع ان لا تتكسر يا ترى هي فعلا ينفع تتكسر ولا ده عيب خامل ولا عيب مستورد طبعا ان فيه صحيات مننا اللي محصل مع موضوع زيادة ما كانت تتكسر تمنها المفروض تنمي الجنان بفضل الله انا قدرت انرجفها بحوالي 12-13 السلام عليكم ورحمة صحابة رجال ازايك وشباب عاملين ايه كل سنة واحدة ربكم بخير رمضان على الاجواب النوان طبعا احسيتنا في الايام الاخيرة ديت معلش مش عارف التواصل معكم والله يوحشتوني كتير جدا 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 ويا رب بكل احبابنا يكونوا بخير وسنة سعيدة علينا وعليكم متقبل الله منا ومنكم يا رب السيام والتراويح والرحانيات الرمضانية الجميلة في ظل الظروف اللي احنا فيها دي نوات وكلام من ده انتوا طبعا عارفين ان انا اجازتي يوم واحد بس ولما منطلع مصدات طبعا ما بنتوفقش ان هو بيو بيو بقى يوم وانا ورزقي لو كل المعايير مظبوطة للسيد من طاقس وكذا وكذا كانت الرحلة احتذبت ولكن للاسف بتبقى كل يوم كده وايه ليه ظروفه جاهضا المهم لو انتوا شايفين طبعا المقدمة دي فتعرفون انا انا ارجع بحاجة مهمة جدا 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 الله لا يقدر لو فشلت معاي فوربنا اعوض علايا وعليكم دي مكانة جماعة بولو اس اكس بولو اس اكس 5000 المكانة دي وعك من ايدي كده كنت محضر عدتي وعك من ايدي فتكسرت زي ما انتم شايفين كده فانا هنجرب نصلحها هنحل المكانة كده مع بقى تجربة دي طبعا لو نجحت يببا الفيديو نازل لو ما نجحتش يببا انجوش تصمع اي حاجة من انا وقتها دي هنحاول نحلها كده وان شاء الله نجربها طبعا اول حاجة من نحل العصفورة دي على اساس ان لو حد هيعمل التجربة دي واول مرة يحل مكانة بعد من نحل العصفورة دي الحالة دي كده بتطلع كده الوحدة تماما شباب هنيجي بعد كده ان شاء الله في محدد موسيقى موسيقى هم انا عندو سلم طب سلم يا لولو بص يلا ماما سلمي يلا اقولي ازايك يا اصحابي اصحابي عاملين ايه انتو تويسين وحستوني التير ما تقولي الكلام انت تقوليه علي وانت يا ابني مش تسلم يا ابني على حبيبا يقول لهم طيب ما تشوف انت عايز تقول لهم كل سنون طيبية هنحلو دي كمان يا جماعة ل refusing ترا England بالنسبة لي اعملما اعملين انا ممكن نجرب موضوع البلاستيك ستيق هنحل دي برضو ان شاء الله كمان طبعا فيه سامولة هاي زي ما انتو شافنا السامولة دي بتوب عكس يا جماعة بتتحل العكس بس لاب very بس لاب بس 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 ده كده الجزء المكسور معي هو فيه فكرة فكرة البلاستيك ستيل او دوفيكو بس انا مش هنعملها انا عايز نعمل حاجة احسن من كده فان شاء الله ده العلم بتاعه هو دي الكسر بتاعه هنا اهو طبعا ايماها دي برضو يعني حاجة محزنة طبعا ان الخمات دي مش مصبوطة خالص لما كان المفروض ان هي معدن وتقع على الارض تنقصر فدي حاجة مفزية يعني بصراحة فخص على الاستوردنا انا التجرؤة بتاعتي النهاردة هي لو نجحت معي ان شاء الله هتنجح معا لان اللي انا حنعمله هتلاقيه ده اللي هو الامير بتاعنا او اللاصق اللي هو الشفاء انا حنجيبه حنلزق بي الكسر مكان الكسر طبعا دي اول حاجة مهمة النهاردة في الفيديو بتاعنا ماشى بق وبعد كده هنحاول نلزقها هنحط برضو جزء هنا تاني هو الأمير اللي انا جابه ده قوي جدا يعني بسم الله ما شاء الله انا معي من نوع دوت نوع قوي جدا يعني انا هنكتافي بكده ان شاء الله هنروح لحد بيلحم ألمونيا الكهرباء و هنوده له لو اللحم بتاعها نجح معي انا سبتها كده طبعا عشان هو ايه مش هنسيبه هو يلحمل يعني انا كده سبتها له رجعت كل حاجة زمانية هنحاول نروح بقل بتاع ألمونيا لديها مثلا بنته في الجنب ده وبنته في الجنب ده لو نجحت معي ان شاء الله هنقول لكم انا عملت ايه و هننزله الفيديو طبعا لو الفداية بتاعتي سهلة ايه حده حيقدر يعملها ان شاء الله ولكن اللي فاضل هو اللي صعب صعب مثلا هل بتاع اللحم ده حيقبل ان هو يلحمها او لا حيقل لي تنفع ما تنفعش لو نفعت يبقى اللي هيلحم عندي بتاع الألمونيا عندي صنايع اللحم الألمونيا اللي عندي هتلاقيه عندك هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا هنجرب التجربة دي مع بعض هنقول ايه برضو هنقول خليكم معدي طبعا يا جماعة احنا روحنا هنا الورشة العرجاو في دامنهوق جماعة العرجاو يعني مشهورين والله العظيم ورب الكعبة الناس عشرة على عشرة اكسم بالله اكسم بالله الرجل ده ما يعرفني حاسبني على الحام المكان ديه بعشرة ابنه بس يا الله ده جماعة الحام اوكسوجين بالألمونيا اللي معاها دي ألمونيا بيرفحها بيرفحها كده باللمبة بنفس الطريقة ديه وبعد كده هنحمل بيها المكان وممكن يعملها لك بكهرباء لحم كهرباء سلك كهرباء المهم في الاول فنان تروح لميه لبتاع لحاق بس تمام كده جماعة اي ورشة لحم عندك هتخلصلك الموضوع ده ان شاء الله سواء اللحم لمبة سواء اللحم كهرباء الموضوع سهل خالص وحيخلص معك بكل بساطة والسعر انا قلتولك الرجل ده ما عرفنيش وخد مني عشرة جنيه انت بقى لو عندك قال لك خمستاشر لو عندك قال لك عشرين عملها بسيطة اكتر من عشرين برضه هو كده هيبقى ظالم بس عادي يعني ايه كبر دماغك لان انت المكن اصلا مش هتنفع الا بالطريقة ديه غير كده هيروح عليك مثلا تمنهاك وكب الكامل يعني مثلا النهاردة بيقولوا تمنمية جنيه انا كنت شاريها بخمسمية وشوية كنت شاريها من شهرين بستمية وشوية المهم ان احنا بنشتري المكنة باللي احنا بنعمله ده احنا بنشتري المكنة بالفعل احنا بنشتري المكنة باللقاء اشتركوا في القناة لما رحنا احنا فرشة اللحان شفتو احنا عملنا ايه فدي كانت النتيجة يعني وانا خدت الحم من هنا ألمونيا او هو اعطاني الحم ألمونيا من هنا وعطاني الحم الجنب التاني لسه فاضل شرخ فرار كده من الجنب ده هنعمله برضو ان شاء الله بطريقة تانية هنعمله ازاي باللزم بإذن الله لولو هاتي خلاص خلاص مين لولو ايه بابا ما دي لولو بالتاخوية ولولو بطي تيجي جمي لولو بالتاخوية ولولو بطي ولولو بطي لا ازاي عمله باش طبعا ده فلا جماعة عارفين انتو الفلا طبعا بنجيب انا حتيت فلا مثلا كده بالمنظر ده وبندخل بقى بنوع الامير ده نوع الصرخ ده على فكرة ملتاز جدا الحمد لله رب العالمين اها جماعة المكان هنصلحك خدت زي ما قلتلكم هي تبنطة من هنا وبنطة من هنا وانا ملت الفراغ دوت بالامير نوع اللازق ده جماعة اللي قلتلكم عليه اسمه صاروخ اسمه الصاروخ النوع ده جميل جدا فعلا والله نوع ممتاز لازق عام شاد حديث زي ما بيقوله الحمد لله رب العالمين ادارت ان انا نرجحها زي الأمر فكرة اشغالها هيا مفيش اي مشكلة بإذن الله هنجمع الحل بتاعكم محمد الله وشكر الله المكان ازاي بكل معي نهاية الفيديو لا تقسوش تعملوني لايك اشتركوا عمدنا في القناة كان معكم اخوكم سامح الخاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة